بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درس اليوم من مادة لغتي للصف الثاني تهيلي فكري إن شاء الله اليوم سنتعلم مهارة جديدة ومهمة جدا هي كيفية كتابة الجمل باستخدام إسماء الإشارة من الضروري أبناء وبنات الطلاب والطالبات أن نلتزم بتعليمات الدرس قبل البدء في درس اليوم هذه التعليمات تساعدنا أبناء وبناتي على تعلم المهارات بشكل صحيح يجب أن نكون دائما في مكان هذا بهضاء وتهوى مناسبة أن يكون بصحبتنا حتى أفراد الأسرة البالغين حتى يساعدنا في عملية التعلم أخيرا يجب أن نحضر كتاب مادة لغتي للصف الثاني تهيلي حتى نتمكن من تعلم المهارات بشكل صحيح سنحاول سويا أن نستخرج إسماء الإشارة من الجمل ونكمل الجمل باستخدام اسم إشارة مناسب ونشير إلى الصور باستخدام اسم الإشارة لكن قبل أن نبدأ هذه معلومة دائما نراجعها ماذا نقصد باسم الإشارة؟ اسم الإشارة هو اسم نستخدمه للإشارة إلى شيء معين نستخدم هذا الاسم لدينا هنا خمسة أسماء للإشارة كل واحد من هذه الأسماء له استخدام مناسب ومهم باللون الأحمر لدينا هذا وهذا تستخدمان مع المذكر إذا كان مفردا سأستخدم هذا إذا كان مثنى سأستخدم هذا طيب باللون الأسود لدينا هذه وهاتا تستخدمان مع المؤنث إذا كانت مفرد واحدة نستخدم هذا أو هذه عفوا إذا كانت مفرد واحد مؤنث نستخدم هذه إذا كانت مثنى سنستخدم هاتا آخر اسم إشارة لدينا هو هؤلاء يستخدم مع الجمع والجمع ثلاثة وما زاد عن ثلاثة إذا لدينا كم اسم إشارة هنا خمسة أسماء للإشارة هذا وهذا للمذكر هذه وهاتا للمؤنث هؤلاء للجمع هذا أخذناه في الدروس السابقة كثيرا نراجع الآن فقط لنعرف أن هذه أسماء الإشارة التي سنقوم بتكوين الجمل باستخدامها طيب التدريب أخذناه في الدرس السابق نريد فقط مراجعته هو الجمل التي قمنا باستخراج أسماء الإشارة منها لدينا خمس جمل استخرجنا منها خمسة أسماء إشارة ذكرنا الجمل رقم واحد قلنا أن اسم الإشارة هو هذا هذا أخي محمد الذي يقف أمام المسجد لماذا اسم الإشارة هنا استخدمنا هذا لماذا استخدمنا اسم الإشارة هذا لأنه مفرد محمد مفرد مذكر لذلك نستخدم معه اسم الإشارة هذا اسم الإشارة هذا دائما يستخدم مع المفرد المذكر هذا أخي محمد طيب عندما كنت جالسا مع أمي في الحديقة قلت لها هذه وردة جميلة اسم الإشارة هنا هذه وهو اسم إشارة للمفرد المؤنث طيب أين هو المفرد المؤنث في الجملة؟ وردة وردة مفرد واحدة ومؤنث لذلك استخدمنا هذه هؤلاء المزارعون يقطفون التفاحة من الشجر اسم الإشارة هؤلاء هؤلاء يستخدم مع الجمع أين هم الجمع في الجملة؟ المزارعون جمع هذان أفضل كتابين قراتهما هذان يستخدم مع المثنى المذكر أين المثنى المذكر؟ كتابين كتابين كتاب وكتاب كتابين هاتان طفلتان تلعبان معا في الحديقة هاتان يستخدم مع المثنى المؤنث أين هو المثنى المؤنث؟ طفلتان طفلة وطفلة طفلتان وهما إناث لذلك استخدمنا هاتان هذا بالنسبة للتدريب الذي أخذناه في الدرس السابق طيب سننتقل الآن إلى استخدام اسم الإشارة المناسب في الجملة طيب قبل أن نبدأ بهذا التدريب نريد أولا أن نراجع أسماء الإشارة ذكرنا أن المفرد المذكر نستخدم معه اسم الإشارة ماذا؟ هذا مفرد مذكر سنستخدم معه اسم الإشارة هذا للدلالة عليه هذا هذا لاعب مفرد مذكر اسم الإشارة المناسب معه هذا طيب لو كان لدي مفرد مؤنث خلونا نشوف مفرد مؤنث لكن ليس إنسانا حيوانا سنستخدم ماذا؟ هذه هذه لاحظوا ما هو الحيوان الموجود أمامنا؟ ها؟ زرافة أحسنتم نستخدم معها ماذا؟ هذه هذه زرافة طويلة طيب لو كانت بنت أيضا سنستخدم اسم الإشارة هذه هذه لأنه يستخدم مع ماذا؟ مع المؤنث طيب لو كان لدينا أسد سنستخدم معه ماذا؟ اسم الإشارة هذا هذا لماذا؟ لأن الأسد مفرد ومذكر لذلك سنستخدم معه اسم الإشارة هذا طيب هنا لدينا في التدريب يريد أن نستخدم اسم الإشارة المناسب لعبة جميلة أين هي اللعبة؟ هذه اللعبة الحصان لعبة طيب لعبة كلمة تدل على ماذا؟ تدل على مؤنث لعبة كلمة تدل على لعبة مؤنث اسم الإشارة المناسب هذه هذه لعبة جميلة هذه لعبة جميلة استخدمنا اسم إشارة مناسب مع المفرد المؤنث المفرد المؤنث هنا ماذا؟ لعبة لعبة واحدة كم لدينا لعبة؟ لدينا لعبة واحدة ولعبة كلمة تدل على مؤنث لذلك نستخدم اسم الإشارة هذه هذه لعبة جميلة طيب مجموعة من المزارعين ما هو اسم الإشارة المناسب هنا؟ مجموعة من المزارعين كم لدينا مزارع هنا؟ واحد اثنان ثلاثة اربعة لدينا اربعة مزارعين طيب هنا مجموعة جمع قلنا ان اسم الاشارة الذي يستخدم مع الجمع اسمه اشارة واحد نستخدمه مع الجمع ما هو اريد الآن نشير باصبعي الى المزارعين سأقول ماذا هؤلاء احسنتم لانه جمع هؤلاء مجموعة من المزارعين هؤلاء مجموعة من المزارعين اذا استخدمنا هنا اسم اشارة يدل على الجمع لاحظوا اسم الاشارة باللون الاخضر في الجملة هؤلاء هؤلاء مجموعة من المزارعين هؤلاء مجموعة من المزارعين اذا هذا اسم الاشارة الذي نستخدمه مع الجمع اسم الاشارة المناسب مع الجمع هؤلاء لماذا استخدمنا هؤلاء هنا لأن لدينا جمع مزارعين او مزارعون جمع واحد اثنان ثلاثة اربعة اذا هم اربعة اربعة تدلوا او عدد يدلوا على الجمع تذكرون درس اقسام الاسم من حيث العدد قلنا ان واحد مفرد اثنان مثنى ثلاثة او اكثر جمع هنا كم لدينا لدينا اربعة اذا هم جمع لذلك سنستخدم معهم اسم الاشارة هؤلاء لانه اسم اشارة مناسب مع الجمع ما ينفع او خطأ غير صحيح اني استخدم مثلا اسم الاشارة هذا فأقول هذا مجموعة من المزارعين ستصبح جملة غير صحيحة لماذا لان هذا اسم اشارة نستخدمه مع المفرد واحد هنا كم لدينا مزارع اربعة اذا هم جمع لذلك سنستخدم اسم الاشارة المناسب طيب الان لدينا رسام رسام واحد هذا الولد يرسم الاشجار في الحديقة طيب اريد ان استخدم اسم الاشارة المناسب مفرد مذكر ولد واحد من جنس الذكور سنستخدم ماذا اسم الاشارة هذا هذا رسام هذا رسام اذا لدينا كم رسام هنا كم واحد كم واحد في الصورة امامنا واحد رسام واحد طيب هو مفرد لانه واحد فهو مفرد ومذكر لانه ولد من جنس الذكور لذلك اسم الاشارة المناسب مع المفرد المذكر هو اسم الاشارة هذا هذا اسمه اشارة مناسب مع المفرد المذكر هذا رسام هذا رسام طيب لدينا هنا كم طالبة على الطاولة طالبة طالبة كم طالبة لدينا ها طالبتان احسنتم اذا لدينا طالبتان طيب هما مثنى او مفرد او جمع ها مثنى او مفرد او جمع كم طالبة واحد إثنان إذن لدينا طالبتان هما مثنى ومؤنث لذلك نستخدم معهما اسم الإشارة هاتان هتاني طالبتان لماذا استخدمنا اسم الإشارة هاتان؟ لأنهما مثنى ولأنهما معنث مؤنث مثنى مؤنث ذكرنا أن المثنى المؤنث نستخدم معه هتان طيب المفرد المؤنث هذه هذه لعبة في بداية التدريب وهتان طالبتان طيب خلونا الراجع خلونا الراجع التدريب من البداية نلاحظ من البداية أول شيء لدينا مفرد مفرد لعبة مفرد مؤنث اسم الإنشارة المناسب هذه لماذا استخدمناه؟ لأنها مفرد مؤنث لعبة واحدة لعبة واحدة لذلك سنقول عنها هذه طيب المزارعين مجموعة من المزارعين الجمع دائما لدينا اسم إنشارة واحد نستخدمه مع الجمع وهو هؤلاء هؤلاء اسم إشارة يناسب الجمع لذلك نستخدم اسم هؤلاء اسم الإشارة هؤلاء في هذه الجملة هؤلاء مجموعة من المزارعين طيب رسام لدينا رسام واحد مفرد مذكر سنستخدم معه أي اسم؟ هذا أحسنتم هذا هذا رسام هذا رسام لماذا استخدمنا اسم الإشارة هذا؟ لأنه مفرد مذكر سنستخدم معه اسم الإشارة هذا طيب بقي لدينا هاتان نستخدمهما مع المثنى المؤنث أي اثنتين من جنس الإنال طيب الآن نريد أن نكتب اسم الإشارة المناسب لدينا صور سنعرف ما هو اسم الإشارة المناسب الساعة ما هو اسم الإشارة المناسب معها؟ أريد أن أقول أنها ساعة حائط طيب أشير إليها باستخدام اسم إشارة وأقول أنها ساعة حائط ما هو اسم الإشارة المناسب؟ ساعة واحدة ومؤنث مؤنث ساعة سأستخدم هذه هذه ساعة حائط هذه ساعة حائط هذه هذه ساعة صورة اللي تحتها قلم قلم اسم لمذكر وهو مفرد واحد قلم أريد أن أشير إلى القلم فأقول قلم جديد وأستخدم اسم الإشارة ما هو الاسم المناسب؟ هذا هذا قلم جديد هذا هذا لماذا استخدمنا اسم الإشارة هذا؟ لأنه مفرد واحد ولأنه اسم يدل على مذكر طيب لدينا لاعب كرة سلة ها؟ هذا هذا لاعب لماذا استخدمنا اسم الإشارة هذا؟ لأنه ولد مذكر ولأنه مفرد واحد لذلك الاسم المناسب معه هذا طيب العائلة مجموعة أب وأم ولد وبنت عددهم أربعة سنستخدم اسم الإشارة هؤلاء هؤلاء طيب هؤلاء لماذا استخدمنا هؤلاء؟ لأنهم مجموعة لأنهم جمع طيب لدينا الآن لاعبان يلعبان كرة السلة مذكر ومثنى ما هو اسم الإشارة المناسب؟ هذان هذان لماذا استخدمنا هذان؟ لأنهما مثنى واحد اثنان ولأنهما ذكور لذلك استخدمنا هذا الاسم المناسب معه إذن أبناء وابنات أسماء الإشارة خمسة أسماء لا بد أن نستخدمها في المكان الصحيح والمناسب لها تدربوا في المنزل على استخدام أسماء الإشارة على عندما تشرون على أشياء في محيطكم تذكروا فقط أنكم تستخدمون اسم الإشارة المناسب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته